أهلاً وسهلاً بكم في الأجندة في اليومين الماضيين تحدثت وسائل الإعلام عن نية إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بين المنظمات الإرهابية بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقبلها بأيام كليلة كان الرئيس الفرنسي ماكرون قد ألقى خطاباً قال فيه إن الإسلام السياسي كما سمى يشكل تهديداً للجمهورية الفرنسية تأتي هذه التصريحات ضد الإخوان ضمن تحضيرات دولية صامتة لما يسمى بصفقة القرب التي ستحصل في موجبها إسرائيل على المزيد من الأرض العربية والتطبيع العربي وتحصل فيها أمريكا على المزيد من المال العربي والهيمنة الدولية ويحصل فيها الحكام العرب على وعد بالحماية الأمريكية ضد شعوبهم الذي يهمنا في هذه الأخبار ليس مصير الإخوان المسلمين أو فرص نجاح الإدارة الأمريكية في تصنيفهم كتنظيم إرهابي لأننا نستبعد تماماً نجاح هذا السعي بسبب تعقيدات الموضوع نفسه هناك تعقيدات في موضوع التصنيف الذي يهمنا أو الذي ينبغي أن يهمنا هو أن نفتح نحن العرب مع أنفسنا حواراً جداً حول هذه الجماعة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس مثل المتنبي عندما أقول نحن العرب فإن العبارة تشمل جماعات الإسلام السياسي أيضاً وإن كان حديثي في هذه الحلقة سيكون موجه للإخوان بالدرجة الأولى أمام التحولات الكبيرة والمخاطر الجسيمة التي تحيط بنا لم يعد أمامنا إلا أن نجري مع أنفسنا حواراً معامقاً وجاداً في الكضايا الأساسية التي تسبب ضعفنا وتمزقنا وتعيق حركتنا نحو المستقبل وفي مقدمة تلك الكضايا ما يسمى بكضية الإسلام السياسي أو جماعات الإسلام السياسي الجماعات السياسية ذات المشروع الديني أو المذهبي لأن هذه الجماعات شئنا أم أبينا أصبحت جزءاً مهماً من واقعنا السياسي ومن مستقبلنا السياسي ومن الغباء تجاهلها أو الدخول معها في صراع دونكيخوتي عكيم العقل والضرورة الاستراتيجية تحتمان على الجميع فتح باب الحوار العلمي مع هذه الجماعات لما له من مردود إيجابي كبير على مجتمعاتنا إذا كنا جادين في خدمة هذه المجتمعات هذا هو موضوع حديث هذه الليلة فكونوا معنا قبل أن أبدأ حديثي الموجه للإخوان المسلمين لا بد أن أتوقف عندي ثلاث حقائق مهمة متعلقة بهم ينبغي أن ندركها يعني يدركها الجميع أو كل من ليس بإقواني تحديدا وخصوصاً ذلك التيار المتطرف من خصوم الإخوان الذي يتمنى اشتفافهم الحقيقة الأولى هي أن الإخوان المسلمين ليسوا مجرد حركة وتنظيم بل هم تيار شعبي واسع في الأمتين العربية والإسلامية هذا التيار له ثقافة وله فكر وغايات ستظل قائمة وموجودة حتى لو تم تفكيك تنظيم الإخوان وتطويق نشاطاته هذه حقيقة يترتب على هذه الحقيقة حقيقة أخرى هي أن من الغباء الغباء الاستراتيجي الدخول في صراع وحرب استنزاف طويلاً مع تيار شعبي بهذا الاتساع وبهذا التأثير وليس أمام خصوم هذا التيار إذا كانوا جادين في خدمة الحياة السياسية العربية سوى أن يساعدوا هذا التيار على تصحيح فكره وثقافته وتلافي كصوره وتحسين أدائه بما ينقل الجدل السياسي في مجتمعاتنا من مستوياته الدنيا المكلفة إلى مستويات أرقى أكل كلفة هذا اللي ينبغي أن نفكر فيه اللي يأنه الخلاف لن ينتهي والخصومة لن تنتهي على الأكل نرتقي في مستوى خلافنا من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا ولكي يكون كلامي واضحاً أقول أنا لا أطالب خصوم الإخوان بالكف عن نقدهم للإخوان لأن النقد هنا واجب والإخوان يستحقون النقد وأحياناً يستحقون الصحب والطرق وإنما أطالب هؤلاء الخصوم بمساعدة الإخوان والجماعات الإسلامية عامة على الانتقال إلى مستوى أركى في الخصومة والجدل لأن مستوى الخصومة الحالي بين الطرفين منحط منحط وكارثي يدل على انحطاط فكرة النخب السياسية والثقافية في مجتمعاتنا العربية ويدل على عقم مشاريعها السياسية والنهضوية بدليل أن الجميع في الفترة القريبة الماضية أفلت الفرصة التاريخية لهذه المجتمعات الفرصة التاريخية في التحول إلى مجتمعات ديمقراطية وإلى الدولة المدنية الحديثة فلت هذه الفرصة فرصة الربيع العربي التي تحولت إلى مأساة عربية لا أحد يتحمل مسؤولية هذا الفشل وهذا الخراب الذي حصل سوى النخب العربية التي أقحمت الشعوب في صراع لا هدف له سوى خدمة النخب وأوهام هذه النخبة الواقع الذي نعيشه اليوم هو أقوى دليل على أن عقلنا السياسي والفكري والثقافي السابق كان عقل معلول معاق قاصر لا يصلح للبناء لا يصلح للمستقبل لأن الثمرة كما قال المسيح وكما روي عنه الثمرة تدل على الشجرة الواقع العربي ثمرة هذا الواقع أثبت أن شجرة العقل السياسي العربي ليست طيبة وكذلك الثقافة العربية والعقل الثقافي عامة أثبت أنها هذه الشجرة أشبه بشجرة الزقوم التي تطلع في أصل الجحيم وليس أمام هذه النخب سوى أن تراجع نفسها وتقدم تنازلات حقيقية لمجتمعاتها تكفر بها عن المصائب التي سببتها على المجتمعات أن تطالب بالنخب أن تطالبها بذلك بالتنازل تقديم تنازل من أجل الناس من أجل المجتمع هذا العقل الكنائي هذا العقل النكائي الإقصائي الأناني لم يعد صالحا للمستقبل هذا الخطاب المقتض بالمغالطات المنطقية لدى الطرفين والمقتض بالأكاذيب لم يعد مجدية للمستقبل هذه السطحية في الطرح في الفكر هذه الذرية في التفكير لم يعد صالحين للمستقبل والخطاب للإخوان أيضا ونقول لهم بالإضافة إلى ذلك إذا لم يكن هذا الذي جرى لكم أيها الإخوان وجرى بكم خلال المدة الماضية هذه إذا لم يكن كافيا لدفعكم إلى إحداث مراجعات في الفكر وفي المشروع وفي التاريخ وفي الخطة والثقافة فأنتم مسؤولون عن جزء كبير من هذا الفشل العربي الذي ينتهي يوما ما بزوال هذه الأمة هذا غير مستبعد ليست هناك أمة محصنة ضد سنن الهدم والزوال هذه الأمة التي تسمى أمة عربية ممكن تختفي في أي لحظة وهذا لا يعني اختفاء الإسلام الإسلام ممكن يبقى في تيوب هنا وهناك لكن الأمة نحن جربنا تجربة الأندلس تجربة كافية تدل على أنه ممكن نختفي أمة بعد ثمانمائة سنة ظلت موجودة كائمة داخل أسباريا اختفت في غمضة عين وأصبحت ماضي بما كسبت أيدي النخب فيها النخب السياسية وإذا لم يكن بإمكاننا أن نوجه أن نواجه عفواً أن نواجه مخططات الغرب وعملائه المحليين ضد أمتنا إذا لم يكن بإمكاننا ذلك بإمكاننا على الأكل تصحيح أخطائنا الداخلية لأن عمر العدو ما كان قوي إلا لما كنا ضعاف والقرآن يعلمكم أن الحبة تفسد من داخلها قل هو من عند أنفسكم لو طلب مني أن أنصح الإخوان المسلمين بوضع قائمة من الأفكار التي تحتاج إلى مراجعة ضرورية ونكب لو وضعت على رأس هذه القائمة الشعار الإسلام دين ودولة وأرجو أن لا يستعجلوا في الحكم على كلامي قبل أن أكمل الفكرة التي أريدهم أن يستوعبوها من صديق شعار الإسلام دين ودولة في نظري هو الخطأ الأصولي الذي تفرعت منه أكثر أخطاء هذه الجماعة وهو الخطأ الذي بني على قراءة فاسدة للنص الديني والتاريخ الإسلامي هذه القراءة الفاسدة ممكن نعتبرها هي الأصل لكل فساد الفكر السياسي لدى الإخوان نطلق عليها يمكن أن نطلق على هذه القراءة الفاسدة اسمه التفسير السياسي للإسلام التفسير السياسي للإسلام وهو التفسير الذي يزعم أن النبي محمد عليه السلام قد بنى دولة إسلامية قبل وفاته ويزعم أن بعض التكاليف العامة التي أمر بها المسلمون في الشريعة لا تقوم إلا بقيام دولة إسلامية مثل تكاليف الجهاد وجمع الزكاة وما شبه ذلك هذا هو التفسير هذا التصور كباء شرط بني على استقراء علمي كاصر وفاسد لا معنى لبقائه حتى الآن إلا أن الجماعة لا يرغبون في معرفة الحق أو أنهم لا يستطيعون استيعاب هذه الحقيقة كيف دعونا نحقق بطريقة بسيطة هذه الفكرة الفكرة التي تقول أن النبي محمدا قد بنى دولة إسلامية قبل وفاته ولننظر هل تصمت هذه الفكرة أمام امتحان المعايير والأسئلة أم تسقط ولنبدأ بالسؤال الأول ما مفهوم الدولة ما مفهوم الدولة أصلا قبل كل شيء هل هي نفسها فكرة السلطة العامة أم أن للدولة مفهوم آخر مختلف إذا قلنا إن الدولة هي السلطة العامة فهذا يعني أن كل شيخ كبيلة وكل زعيم جماعة هو صاحب دولة ومؤسس دولة لأنه صاحب سلطة عامة فهل هذا هو مفهوم الدولة عند الإخوان هذا ليس مفهوم الدولة قطعا لدى الناس جميعا الدولة شيء آخر غير هذا وإلا لكان عبد الملك الحوثي مثلا مؤسس دولة قبل 21 سبتمبر وإلا لكان حسن البنة وأسامة بن لادن والزعيم طائفة البهرة مؤسسي دول لأن هؤلاء جميعا لديهم سلطة من نوع ما على أتباعهم سلطة عامة على أتباعهم بعض هؤلاء لديهم بليشيا مسلحة تنظيم مسلح مدرب محارب ولديهم موارد مالية يجمعها باسم الزكاة أو باسم الاشتراك في الجماعة إلى آخر كهذه مواصفات نفس مواصفات النبي كفي المدينة إذا لم تكن هذه هي الدولة لمواصفات الأسر فما هي الدولة إذن الدولة بمفهومها الحديث والقديم هي شكل مركب من أشكال السلطة يختلف عن سلطة شيخي الكبيلة وزعيم الطائفة الفلانية يختلف عنه بمجموعة أمور يعني لو رجعنا إلى مكونات الدولة في زمن النبي ما نكونش الآن مكونات الدولة الآن نرجع لمكونات الدولة أيام ما كان النبي موجود لو رجعنا سنكتشف فورا أنه لم يكن صاحب دولة ولا كان مؤسس دولة ولا كان تأسيس الدولة من أهدافه ووظائفه ولا من اهتماماته طيب ما هي مكونات الدولة في زمن النبي حتى نحتكم إليها على الأكل نحتكم إلى شكل السلطة التي كانت موجودة والحاكم سلطة النبي إليها الدولة في زمن النبي وقبل زمنه بألاف السنين عند الفراعنة والبابليين وقبلهم كانت عبارة عن كيان تنظيمي هرمي له رأس هو الملك أو الكيصر كان فيه شحاجة اسمه رئيس جمهورية كان الحاكم يسمى يعني ملك أو كيصر هذا الرأس هذا الرأس تحت وزارات أو دواوين ومؤسسات وجيش نظامي له مرتبات ورتب وترقيات وله عملة مسقوكة وللدولة هذه موارد موارد دخل محددة لها تشريعات قانونية تنظم الوظائف في هذا التشكيل الهرمي وظيفة الوزير وظيفة الوظف الفلاني وقبل هذا كله كان لهذه الدولة إقليم جغرافي محدد واضح الدولة المصرية الفرعونية حدودها من كذا إلى كذا الدولة البابلية حدودها من كذا إلى كذا تتسع حينا تضيق حينا لكن كان في حدود إقليمية سؤال هل كانت هذه العناصر كلها اللي ذكرناك قبل شوية متوفرة في نموذج السلطة النبوية بالمدينة المنورة في نموذج قدمي كان عنده سلطة فهل كانت هذه المواصفات موجودة في هذه السلطة يعني هل كان لدى النبي دواوين وزارات بين كوسين هل كان له جيش نظامي ثابت عنده مرتبات ثابتة وسجلات ونظام تركية وإدارة هل كان له مكر للحكم وسجون وعملة مسكوكة هل كان لدولة حدود إقليمية أو حتى شبه إقليمية مستكرة الجواب بالتأكيد لا إذن كيف يقال بأنه كان صاحب دولة بأي معيار على أي أساس المسألة مش عاطفة هذا علم مواصفات معايير نشوف لا شك أن النبي محمد عليه السلام قد أسس أسس مجتمعا جديدا هو المجتمع الإسلام هذا لا شك فيه ولا شك أنه كان صاحب سلطة عامة على جماعته هذه السلطة انبثقت من كونه مؤسس مجتمع جديد لا من كونه مؤسس دولة الفرق بين الأمرين كبير جدا والعجيب أن الإخوان المسلمين لم يستوعبوا أو لم يستطعوا استيعاب هذه الحقيقة مع أنها واضحة وظاهرة تماما في القرآن الكريم نفسه القرآن يقدم لنا نموذجين من الأنبياء أصحاب السلطة اللي عندهم سلطة عامة يعني سلطة عامة مش سلطة على العيال في البيت وعلى الزوجة سلطة عامة على الناس النموذج الأول نموذج موسى والنموذج الثاني نموذج سليمان موسى كان صاحب سلطة على كومه تشبه تماما سلطة النبي محمد على طائفته بل أن التشابه بينهما هو الذي يجعلنا نقول أن محمد هو موسى الثاني الذي كان ينتظره اليهود بعد نبوءة موسى التي تقول أنه يبعث الله لكم نبيا مثلي من بني إخوتكم موسى كل ما كذلك يبعث الله لكم نبيا مثلي مثلي هذه هي فيها القصة كلها يكصد النبي الخاتم الذي يسمى عندهم المسيح المنتظر موسى ومحمد كلاهما كان رعي غنب كلاهما كان زعيم لقومه كلاهما هاجر بقومه من بلد الاضطهاد إلى بلد الحرية وكلاهما أسس مجتمع جديد لكن لا القرآن ولا التوراة قال أن موسى كان مؤسس دولة أو أنه كان رئيس دولة أو ملك أو صعب سلطة دولة أو أنه كان معنيا بذلك أبدا بينما وصف داود وسليمان بأنهما نبيين ملكين داود وسليمان أقام دولة أقام دولة بالفعل بعد طالوت ولذلك أطلق على كل منهما وصف ملك هذولا ممكن لأعتبرهم أصحاب دولة أما موسى ومحمد فلم يوصف بأنهما ملكين أو مؤسسات دول موسى لم يوصف بذلك مع أن سلطته الروحية على بني إسرائيل أكوى وأعلى من سلطة أي نبي آخر في تاريخ بني إسرائيل كل ليس هناك نبي فوق موسى عند اليهود حتى إبراهيم إبراهيم بيعتبره أب جد مؤسس للأسرة للسلالة لكن النبي الأول والأعظم والأضخم هو موسى ومع ذلك لا يقول اليهود بأنه بنى دولة وإحنا المسلمين بيقولوا أنه اللي حكموا من بعده كانوا قضاء يعني ما كان فيش دولة ما حكموش كانت قضاء يفصلوا في الأمور المنازعات والأمور البينية لكن ما كان في دولة ولذلك خرجوا وقالوا لصموا إلى النبي ادعو لنا ربك يجب لنا رئيس أو ملك زي جالوت فبعث لهم طالوت طالوت هو أول من أسس دولة بني إسرائيل فكيف يقول أن الإسلام كان دين ودولة يعني إذا اختفت الدولة مثلا ما عد بش إسلام إذا قلنا الإسلام دين ودولة معنى أنه إذا ما فيش دولة فإحنا ناقصين إسلام على هذا كلام معنى موسى الذي لم يؤسس دولة لم يكن مسلما مكتملا عموما في القرآن الكريم عرفنا أربع أنواع من الأنبياء النوع الأول هو النبي القائد مثل موسى النوع الثاني هو النبي الواعظ والمتنبئ اللي يخبر بالنبوآت مثل صاموئيل وعرمية وحزكيا وهذولا هم الأكثرية ودانيال حزكيال وعرفنا النموذج الثالث الذي هو النبي المعلم مثل عيسى بن مريم كانوا يقولوا لي يا معلم تلاميذ حتى يسموا اللي كانوا حوله يسموهم تلاميذ وحواريين النموذج الرابع هو النبي الملك سليمان وداود السؤال إلى أي نموذج ينتمي النبي محمد إلى أي نموذج ينتمي النبي محمد من هذه النماذج الأربعة من الواضح أنه من نموذج النبي القائد الزعيم الزعيم بمعناها الشريف مؤسس جماعة مؤسس مجتمع لكنه ليس باني دولة هذه حجة واضحة في غاية الوضوح وليس أمام الإسلام السياسي إلا المكابرة لإنكارها وعدما نفترض أن الإسلام دين ودولة نحن نفتري على الإسلام منظيفة لما ليس فيه ونسبب لنا وأنفسنا وللإسلام مشكلة هو في غنعنا أما قولهم أنه كان يرسل الوفود ويجيش الجيوش ويجمع الضرائب ويستقبل السفراء وهذه كلها مظاهر لرئيس دولة أو للدولة نحب ندي لهم البشارة هذه نقول لهم هذه نشاطات زعيم أي جماعة أو كبيلة في زمن كان يسووها كما كان زعماء الكبائل الساميون جميعا عامة يفعلون نفس الشيء كما ذكر المؤرخ الإيطالي الإيطالي مسكاتي في كتابه عن الحضارات السامية فهل نقول أنهم كانوا هذولا كلهم كانوا مؤسسوا دول كلهم كانوا يجمعوا ضرائب كلهم كان لديهم جيش ويبعثوا ويستقبلوا ويرسلوا فهل كانوا رؤساء دول أو مؤسسوا دول عبد الملك الحوثي كان عنده جيش وكان عنده ضرائب وكان عنده رسل ويستقبل وفود فهل كمنا نسميها مؤسس دولة ولا صاحب دولة الحقيقة أن هذه الدعوة مجردة من أي برهان حقيقي وما حدث بعد وفاة النبي مباشرة بين المسلمين يعني في سكيفة بني ساعدة وما بعدها من صراع على الزعامة من بعد ما حدث يدل بوضوح على أنه لم يكن معنيا بشؤون السلطة السياسية بالمرة النبي لم يكن معنيا بشؤون السلطة السياسية ولو كان معنيا بالسلطة السياسية وبالدولة لحسم أمرها في حياته ولا تركها للمسلمين يتكاتلوا ويتنازعوا أمرها فيما بينهم لكنهم ودرس سورة كاملة اسمه الشورى ومات وهو يفهم أن الشورى هذه مسألة ينبغي أن يمارسها المسلمون مش تفرض عليهم نتائجها لكن ما الذي يترتب على هذا الكلام ما الذي يترتب على قولنا إن الإسلام دين فقط ورضيت لكم الإسلام دين مش دينا ودولة اليوم أكملت لكم دينكم أتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين مش دين ودولة طيب ما الذي يترتب على هذا الكلام إن الإسلام دين فقط يترتب على هذا الكلام عدة أمور أولها استبعاد تلك المقولة التي تسببت في مشاكل كثيرة للإسلاميين ولنا معهم أكصد مقولة الخلافة الإسلامية الخلافة الإسلامية فكرة لا أصل لها في الدين مطلقة ولا دليل عليها لا من القرآن ولا من السل التي يحتجون بها وإذا سألت المؤمنين بهذه الفكرة عن دليل شرعيتها سيقولون لك دليلها الإجمع وهذا أمر عجيب عجيب من عدة وجوه أولا كيف يكون الإجماع حجة دينية البشر يجتمعوا ويأسسوا دين يصبح دين ملزم أليس في هذا الشرك بالله نحن نعرف أنه الإجماع عند الفقهاء على نوعين إجماع على نص موجود وإجماع على اجتهاد إجماع على نص موجود مثل إجماع المسلمين على وجوب الصلاة الفقهاء موجمعين على وجوب الصلاة لكن هذا إجماع لا قيمة له لأنه النص يغني عنه النص القرآني يكفينا يغني عنه يكفيني الآية القرآنية ما هذا أحتاج تقول لي فيه إجماع النوع الثاني من الإجماع هو الإجماع على أمر من أمور الاجتهاد مثل الإجماع على كتابة المصاحف الصحابة أجمعوا على ضرورة كتابة المصاحف بتغير نص ديني هو الإجماع على ضرورة قيام دولة للمجتمع المجتمعات البسيطة إذا تطورت وكبرت تنشئ دولتها فورا والمسلمون في الكرن الأول وجدوا أنهم أصبحوا بحاجة إلى كيان الدولة فأكاموها بالتدريج في عهد عمر بن الخطاب الدولة الإسلامية الأولى نشأت في عهد عمر لأنه أول من أنشأ الدواوين يعني الوزارات مثل ديوان الإنشاء اللي هو ديوان الرسائل اللي هو أشبه بوزارة الخارجية ديوان العطاء المرتبات والنفقات ديوان الجند وزارة الدفاع الذي سجل فيه أسماء المقاتلين في الجيش ووجهتهم ومقدار رواتبهم وديوان الجباية تحصيل الذي يحصي واردات الدولة وينظم الإنفاق في الوجوه التي يجب الإنفاق فيها هذه الدواوين وغيرها لم تكن معروفة في زمن أبي بكر فما بالك بزمن النبي ولذلك أقول أن عمر بن الخطاب هو مؤسس الدولة الإسلامية وليس الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وهذا لا ينقص من قدر النبي شيء لأنه له وظيفة وما على الرسول إلا البلاغ إن على الرسول إلا البلاغ مش إقامة دولة ثانيا دعوة وجود الإجماع تفسها لبيحتجوا بها حولها كلام وقد نكضها أكثر من فقيم قالوا لأنه جماعا من الخوارج والأصم من المعتزلة قد خرقوا هذا الإجماع وهذا كافي في نقضها هذا بالنسبة لفكرة الدولة أما بالنسبة لفكرة الخلافة فلم تشغل بال الفقهاء المسلمين في العصور الماضية كما شغلتهم في العصر الحديث كما قال الدكتور جاسم سلطان وهو كيادي سابق في جماعة الأخوان المسلمين وله مراجعات فكرية مهمة وناضجة للجماعات الإسلامية مراجعات في غاية الذكاء فكراً وتاريخاً وسلوكاً يقول الدكتور جاسم سلطان عفوة جال الدكتور جاسم أن فكرة الخلافة لم تكن ملحة وضاقطة على العقل الإسلامي في العصور الإسلامية الكديمة وأن الجماعات الإسلامية المعاصرة هي التي أكدت عليها ونفخت فيها بمبررات عاطفية غير مدروسة يقول أيضاً في لفتة ذكية بل إن صلاح الدين الأيوبي نفسه لم يكن حريصاً على الخلافة الإسلامية لم يكن حرصاً على تأسيس خلافة بدليل أنه عندما امتلك السلطة ووزعها بين أولاده تعالوا نستمع إلى الدكتور جاسم سلطان في بعض كلام كانوا الناس ينشئون ملكهم الخاص ليس لا أكثر ولا أقل من هذه الأشياء ولم يعترض أحد من العلماء على ذلك فالتضخم الذي حدث عندنا في الفكرة في العصور الحديثة هو نتيجة الإسلامية المستحدثة لم يكن هذا أمراً مضطرداً داخل التاريخ الإسلامي قبل العصور التي نعيشها الآن ولذلك أعظم شخصية موجودة عندنا صلاح الدين الأيوبي إذا كانت فكرة الخلافة مسيطرة عليه وهو قد وحد الشام ومصر لماذا يفرقها على أبنائه؟ ماذا يعني أن نفرقها على أبنائه؟ الفكرة ليس حاضرة في ذهنه ولو كان يعتقد أنه دين لما جازله نحن نقول صلاح الدين هو الذي كان تقي ورعه ومعه من العلماء وإلى آخره فكيف يرجع مرة ثانية بعدما جمع الداس على بعض كان المنطق العملي الذي نتكلم عنه أن صلاح الدين الذي كان يذهب يتفقد الخيام من فيها قائم من فيها صائم والذي حرر بيت المقدس أنه جامع المسلمين عشان بعدين يسلم مجلس شورى عالمي موضوع الخلافة والخلافة تنطلق للمستوى الثاني والمستوى الثالث هذه كلها أوهام إحنا سابغين على الوضع الرجل ملك وبنى دولته ولا يضيره ذلك لم تكن الفكرة حاضرة بهذا الشكل اللي إحنا طرحه فوزع المملكة على أبنائه طيب وين الخليفة اللي كان موجود في تلك اللحظة اللي يقول له لا ما توزعهم هذه مملكتنا إحنا ومن تمالك دعوة فيها نحن بالرتب الأول سيكتشف الإخوان المسلمون بعد استبعاد دولة الإسلام أو استبعاد هذا الشعار الإسلام دين ودولة أنهم بحاجة إلى بناء فلسفة سياسية جديدة يكون من أولوياتها حماية المجتمع والدين من هيمنة الدولة واستبدادها لا أسلمة الدولة والمجتمع سيكون هذا هو هذه هي مهمتهم الأساسية وسيجدون أصول هذه الفلسفة في القرآن نفسه القرآن الذي يخاطب النبي بالقول تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ما لك السلطة عليهم سلطة الدنيوية زمنية ما هيش عليك وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وما على الرسول إلا البلاغ المبين وغير ذلك من الآيات التي تنهى النبي نفسها عن ممارسة السلطة الزمنية على أصحابه أو تنهى عن فرض الدين بقوة السلطة أي سلطة ليس من وظائف الدولة نشر الدين وتربية الناس ليست من وظائفها الدولة جهاز محايد يحقق مصالح المجتمع ينظم علاقاته يدير شؤونه فإذا كرر هذا المجتمع مثلا أي شيء يضغط على الدولة لتحويله إلى مطلب كانوني مثلا المجتمع يشتيه يقول احنا نشتيه للشريعة مرجع للدولة يضغط على الدولة يسويها دستور كانون والكانون يحترم ولا يقدس المجتمعات العربية ليست بحاجة إلى من يحمي دينها وإنما هي بحاجة إلى من يحميها من الاستبداد والشعار الذي ينبغي أن يرفع في هذه المرحلة هو شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان هي الحل وليس الإسلام هو الحل لأن هذا الشعار الأخير شعار فضفاء ليس له معنى واضح ما فيش معنى محدد ما معنى الإسلام هو الحل حلل أي مشكلة هل هناك مشكلة أخرى في الوطن العربي والوطن الإسلامي أكبر من مشكلة الاستبداد والعسكر العملاء للغرب ومن مشكلة غياب الحقوق والحريات هل هناك مشكلة أخرى إذا قالوا نعم هناك مشكلة أخرى بشكل أكبر من ذلك فقد أثبتوا عدم أهليتهم لفهم الواقع وعدم أهليتهم لقيادة هذه المجتمعات مش مستوعبين إذن الواقع لأن منطق العقل والعلم يقولان إن مشكلة العرب الكبرى التي تتفرع عنها معظم مشكلاتهم المعاصرة هي مشكلة الاستبداد استبداد السلطة الدولة إلا إذا صدقنا الخطاب العلماني الذي يقول أن المشكلة هي مشكلة الدين والخطاب الديني إذا الإسلاميين موافقين على هذا الكلام ما عندنا مش مشكلة ليس أمام الإخوان إلا أن يختاروا إحدى الإجابتين إما أن يقولوا الاستبداد هو المشكلة وإما أن يقولوا الدين هو المشكلة ليس هناك خيار ثالث خارج هذه خيار ثالث خارج الذات أوكي ما في مؤامرة لكن المؤامرة الأجنبية ليست هي الأساس المؤامرة الأجنبية لا تنجح إلا إذا كان الداخل نفسه مثغور إذا كان لديك كابلية قل هو من عند أنفسكم إذن ما دام أن المشكلة الأساس هي استبداد الدولة فإن الشعار الذي ينبغي أن يرفعه الإسلاميون في المرحلة الكادمة هو شعار الديمقراطية هي الحل حقوق الإنسان هي الحل وليس الإسلام هو الحل لأن المشكلة لا يشهر الكفر على شأن الإسلام هو الحل هذا الشعار سيغير معادلة الصراع بين الشعوب التواكل للحرية وبين أعدائها المحليين والدوليين لأنه سيضرب أكثر من عصفور بحجر واحد نشوف العصافير اللي ممكن يضربها عندما يقرر الإسلاميون تجديد خطابهم وتحويل الصراع من صراع حول الدين إلى صراع حول الحقوق والحريات فإنهم سيحققون المكاسب الآتية أولا سيسقطون الذريعة الأساسية التي في يد خصومهم ضدهم أعني ذريعة استغلال الدين لتحقيق مكاسب حزبية هم متهمون بأنهم يستغلون الدين ويستغلون الخطاب الديني لتحقيق مكاسب سياسية دنيوية هذا خصومهم اللي في الداخل بيقولوا هكذا خصومهم اللي في الخارج يتهمهم بالسعي لإكامة مجتمع ديني مغلق يضيق على الحقوق والحريات وينتج الإرهاب ويدخل المجتمعات العربية في صراع مع الآخر المختلف دينيا هذه التهم لها قبول كبير في الأوساط العربية والدولية وإذا رفعت الجماعات الإسلامية الشعار الديمقراطية هي الحل فإنهم سيسقطون هذه الذريعة بشرط أن يكونوا جادين وصادقين فيها وما فيش أمامهم غير أن يكونوا كذلك ثانيا إذا رفعوا هذا الشعار سيكسبون شرائح اجتماعية جديدة إلى صفهم يهمها تحسين مستوى الحياة في بلدان هذه الشرائح ولا تهمها الإدولوجيا الديني الإسلاميون بحاجة فعلا إلى دعم شرائح اجتماعية جديدة لكسر الإطار الطائفي الذي وضعوا أنفسهم فيه في المراحل السابقة ولمواجهة الاستبداد أيضا وداعبي كانت الجماعات الإسلام السياسي أشبه بطوائف داخل المجتمعات الإسلامية هي هكذا سوت لنفسها شرنكة بسبب الإطار الأيدولوجي والثقافي والتنظيمي التنظيم الخاص الذي أبطروا به أنفسهم أو أنفسهم وهذا الإطار هو الذي سهل لخصومهم من الأنظمة الاستبدادية كما معهم وتحجيمهم لأنهم أصبحوا جماعة لو كانوا تيار كان الوضع مختلف عليهم أن يغادروا هذا الإطار ويندمجوا في المجتمع كتيار اجتماعي له مطالب حقوقية لا كجماعة منظمة وكضية التنظيم هذه كضية لوحدها بحاجة إلى كلام كثير الحقيقة أن جماعات الإسلام السياسي كما يسميها البعض بحاجة إلى مراجعات تورية في الفكر والنظرية والعمل وفي مقدمة هذه المراجعات في مقدمتها كما قلت في بداية الحلقة استبعاد التفسير السياسي للإسلام هذا هو اللي بانتجى المشاكل كلها لأن هذا التفسير جنى على الإسلام وجنى على المسلمين جنائية عظيمة ربما تأتي فرصة قادمة للحديث عن جناية التفسير السياسي للإسلام في حلقات قادمة لكن حتى ذلك الحين أو حتى لا يظن الإسلاميون أننا نتبنى منظور علماني في هذه المسألة أود أن ألفت انتباه الشباب منهم إلى أن هذا الكلام اللي بنقوله ليس كلامنا وحدنا فقد سبكنا إليه مفكرون إسلاميون كبار يمكن أنهم أكبر المفكرين في التيارة الإسلامية أمثال المفكرين الهنديين وحيد الدين خان وأبو الحسن الندوي لكل منهم الكتاب بعنوان التفسير السياسي للإسلام معارضينهم للتفسير السياسي للإسلام أبو الحسن الندوي عنده التفسير السياسي للإسلام توحيد الدين خان أو وحيد الدين خان عنده التفسير السياسي للدين قدم كل منهما في هذا الكتاب مرافعا ممتازا في نقد خطاب الحركة الإسلامية تجاه هذا الموضوع وخصوصا كتاب وحيد الدين خان هذا الرجل المظلوم الذي كان يجادل أبو الأعلى المودودي في هذا الكتاب مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان وأستاذ سيد قط وحيد الدين خان هذا مفكر إسلامي ظلم كثيرا بسبب موقفه من التفسير السياسي للإسلام لأن الجماعات الإسلامية حتمت على اسمه غطت عليه حتى لا يعرفه الشباب مع أن إسهامات في خدمة الإسلام إسهامات لا نظيرة لها كتاب الإسلام يتحدى والإسلام في ضوء العلم كتب خطيرة للغاية لا يوجد مفكر إسلامي يصل إلى مستواه في نقد الفكر الفلسفي وتقديم الإسلام للعقل الحديث وللقارئ الحديث لكنه ظلم فقط لأنه كان ضد التفسير السياسي للإسلام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر